السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازايكو اصحابي النهاردة هنبتدي نشرح مع بعض منهج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصف الرابع لابتدائي الترم التاني كل سنة وانتم طيبين طبعا زي ما احنا شافين ده اول حاجة معنا المحتوى والمحور التالت المواطنة الرقمية وهو بيتكون من 8 دروس الدرس الاول المستكشف الناشط الدرس التاني المواطنة الرقمية الدرس التالت الاصار الايجابية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدرس الرابع التواصل عبر الانترنت الدرس الخامس كيفية استخدام الاتصال الالكتروني الدرس السادس بيئات التعلم عبر الانترنت ومصادره الدرس السابع خطة للبحث الرقمي والدرس التامن الاتصال المتزامن وغير المتزامن طبعا في الاخر مراجع على المحور التالت المحور الرابع مشروعات برمجية الدرس الاول المستكشف الناشط الدرس التاني مهارات حل المشكلات الدرس التالت قديم المعلومات الدرس الرابع التطبيقات الرقمية الدرس الخامس الخوارذميات والدرس السادس مبادئ البرمجة الدرس السابع فن الجرافيك الدرس الثامن انشاء عرض تقديمي ومراجع على المحور الرابع وفي الاخر خالص مشروع الفصل الدراسي التاني الموضوع سهل جدا وبسيط جدا وده طبعا المستقبل والمستقبل كله مرتبط بالكمبيوتر والبرمجة والانترنت فلازم نكون فاهمين كويس تعالوا نشرح مع بعض المنهج ده ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة المحور التالت المواطنة الرقمية والسؤال الرئيسي هنا اللي بنسأله لنفسنا في المحور ده كيف يمكن لأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ان تفيد حياتنا ازاي الأدوات بتاع التكنولوجيا المعلومات والاتصالات ممكن تفيد حياتنا هنجاوب على السؤال ده مع بعض في المحور التالت زي ما قلنا من شوية اما في الدرس الاول في المستكشف الناشط عندنا هنا بنتكلم عن شخصية معروفة جدا وهي ويليوم تينر ويليوم تينر هو راجل بيشتغل في علوم الانسان وخبير في التكنولوجيا وصانع أفلام كمان وهو بيستخدم انواع مختلفة من التكنولوجيا زي التصوير ومعدات التصوير ومعدات صنع الأفلام وازاي ان هو يعمل مؤثرات بصرية وصوتية وسمعية على الفيديوهات اللي هو بيعملها علشان يعمل منتج كويس ويخلي الناس يستفيدوا من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ففي الدرس الاول اللي هو المستكشف الناشط هنتكلم عن ويليوم تينر وهو هنا بيعرفنا عنه هي دي صورته طبعا بيقولان هنا ويليوم تينر علم في مجال علوم الانسان الثقافية خبير تكنولوجي صانع أفلام وهو يستخدم انواع مختلفة من تكنولوجيا الرقمية في جوانب متعددة من عمله كما يعمل على ايجاد حلول حقيقية للمشكلات فتستفيد المجتمعات المحلية من عمله باختصار هو بيشوف المشكلة الموجودة في المجتمع حواليه وبيعالجها بيشوف التكنولوجيا ممكن تساعد ازاي في حل المشكلات دي وهو زي ما قلنا عالم في مجال علوم الانسان وخبير في التكنولوجيا وصانع أفلام تعالوا نشوف اكتر هو بيعمل ايه الراجل ده ويليام تينر بيعتقد ان التكنولوجيا بتساعد بطريقة ايجابية بتساعد الناس على ان يصبحوا مواطنين رقميين ناجحين يعني مواطن رقمي مواطن رقمي يعني انسان بيستخدم التكنولوجيا الموجودة في العصر بتاعنا ده تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حياته اليومية في حل المشكلات اللي بتقابله في ان هي تسهل حياته اليومية وتخليها بشكل افضل وهو مقتنع بان التواصل الرقمي ومساعدة الناس على التواصل بعضهم مع بعض امر مهم لتبادل الاراء وتكوين علاقات جيدة بيعمل ويليام تينر ده مع منظمات مختلفة بتساعد الافراد على التواصل مع افراد اخرين او خدمات يمكنها مساعدتهم يعني هو بيشتغل مع منظمات مختلفة المنظمات دي بتهتم بتواصل الناس مع بعضها وبتساعد في ان يبقى فيه تواصل رقمي بيننا يعني ايه تواصل رقمي بيننا يعني مثلا استخدام التطبيقات المختلفة في التواصل دي مثلا الواتساب الفيسبوك ماسينجر اي تطبيق من تطبيقات التواصل ده بيعتبر تواصل رقمي انا بكلمك وببعط لك اي بيانات انت عايزها سواء صور سواء ملفات عن طريق البرامج دي وانت كمان ممكن ترد علي وتكلمني وتبعت لي اي حاجة انا عايز عن طريق البرامج دي ده اسمه تواصل رقمي فالمنظمات دي بتساعد في تسهيل عملية التواصل الرقمي ده فبيقولك مثلا فاذا وجد احدهم صعوبة في دفع فواتيره يمكن استخدام تطبيق يحصل من خلاله على مساعدة من المؤسسة التي يرغب في الاستفادة من خدمتها يعني مثلا لو انت عايز تدفع فاتورة معينة والفاتورة دي مثلا خاصة بخدمة معينة خدمة الانترنت في البيت خدمة الكهرباء خدمة الميا بيقولك ان المؤسسات دي بتساعد في ان هي تعمل تطبيقات تساعدك في دفع الفواتير دي مثلا وطبعا بيقولك بتتعدد الطرق التي تساعد من خلالها الادوات الرقمية المواطنين المصريين فالصفر مثلا اصبح اسهل بسبب امكانية حجز تذاكر القطارات والاوتوبيسات والطائرات عبر الانترنت زي ما احنا عارفين ان فيه خدمات كتيرة مثلا موجودة في المجتمع دلوقتي تقدر عن طريقها تدفع ثمن اي فاتورة فلوس اي فاتورة زي فوري والخدمات التانية الموجودة في كل المحلات وكل المتاجر تقدر تدفع عن طريقها اي فاتورة تقدر تشحن التليفون بتاعك وكمان الانترنت تقدر تدخل عليه وتفتح موقع اي شركة طيران مثلا ممكن تشتري كمان تذاكر القطارات والاوتوبيسات عن طريق الانترنت فهنا الحياة بيت اسهل ولقد اصبح حجز التذاكر لزيارة بعض المواقع التاريخية والثقافية ممكنا بالضغط على الاختيار المناسب لك كما ان وفرة من المعلومات اصبحت الان بمتناول الجميع بفضل موقع بنك المعرفة المصري فبيقولك انت كمان ممكن تقطع تذاكر المتاحف تذاكر اي مكان انت عايز تروحه قبل ما تروحه وانت في البيت عن طريق الانترنت فهنا بالتالي الانترنت سهل حياتنا في ان احنا نقدر نشتري وندفع ونقدر نعمل اللي احنا عايزينه عن طريق المواقع المختلفة والتطبيقات المختلفة فيبقى هنا ملخص الكلام ده ويليام تينر هو عالم في مجال علوم الانسان الثقافية وخبير تكنولوجي وصانع افلام ده اول حاجة قام باستخدام التكنولوجيا الرقمية بطريقة ايجابية حيث ساعد الاخرين على ان يصبحوا مواطنين رقميين ناجحين تاني حاجة تصميم ادوات وسائل تكنولوجية ورقمية سهلة الاستخدام تالت حاجة تصميم بعض التطبيقات التي تسهل اداء بعض الاعمال رابع حاجة عمل على ايجاد حلول المشكلات لكي يستفيد المجتمع من عمله وخامس حاجة عمل لدى منظمات كثيرة توفر الكثير من الخدمات التي تساعد الاخرين من خلال التكنولوجيا الرقمية مثل تطبيقات يحتاج اليها المجتمع زي مثلا دفع الفواتير حجز تذاكر القطارات والأوتوبيسات والطيران وزيارة المواقع التاريخية من خلال الانترنت ده ملخص الدرس الاول هنا ويليام تينر عرفنا الشخصية دي وعرفنا هي بتعمل ايه والحاجات اللي هي عملتها وفي الاخر خالص الخدمات اللي بتقدمها المنظمات اللي بتساعد المجتمع من خلال التكنولوجيا الرقمية زي مثلا التطبيقات اللي بتساعد في دفع الفواتير حجز تذاكر الطيران والقطارات والأوتوبيسات وزيارة المواقع التاريخية من خلال الانترنت ده كان الدرس الاول تعالوا نروح نشوف الدرس التاني الدرس التاني هو المواطنة الرقمية وهي يعني ايه مواطنة الرقمية زي ما قلنا هي القدرة على استخدام التكنولوجيا الرقمية بطريقة اخلاقية ومسؤولة وامنة يعني انا استخدم التكنولوجيا الرقمية بطريقة اخلاقية ما فيهاش ضرر للاخرين ما فيهاش ازعاج للاخرين واكون مسؤول وانا باستخدمها بحيث ان انا ما درش نفسي ولا در للاخرين وتكون امنة كمان ما استخدمهاش في ضرر لاي حد يبقى هي القدرة على استخدام التكنولوجيا الرقمية بطريقة اخلاقية ومسؤولة وامنة دي المواطنة الرقمية وهي بتساعدك على استخدام التكنولوجيا الرقمية والاستفادة منها بالإضافة إلى حماية بصمتك الرقمية هنا بيعرفنا كمان إيه هي البصمة الرقمية تشكل بصمتك الرقمية سجلا لكل ما تفعلها على الإنترنت يعني أنت مثلا إنسان بتحب مثلا تقرأ في الكتب وتقرأ في علمه من العلوم المعينة وتقرأ في علمه معين دي بصمة الرقمية بتاعتك النشاط بتاعك والسجل بتاعك لما نيجي ندور فيه هنلاقيك بتزور مواقع المكتبات المختلفة بتقرأ في نوع من أنواع الكتب معين مثلا كتب تاريخية كتب علمية كتب ليها دعوة بموضوع معين فهنا ده السجل الرقمي بتاعك والسجل الرقمي ده اللي هو لكل ما تفعلها على الإنترنت وإذا بيتضمن المواقع الإلكترونية اللي بتزورها وكل ما تشاركه مع الآخرين كما قد يتضمن ما يشاركه الآخرين عنك الناس بتقول عليك برضو إيه لذلك من المهم جدا مشاركة معلوماتك ومعلومات عن غيرك بطريقة آمنة ومسؤولة لما تيجي تشارك المعلومات بتاعتك تتأكد أن هي متشاركة بشكل مسؤول وبشكل آمن ما نبعدش البيانات الخاصة جدا بنا سواء كانت لها دعوة بالبيانات بتاعت حسابنا في البنك مكان اللي احنا سكنين فيه الأسرار الخاصة بأسرتنا أو بابا وماما الحاجات دي منفعش نشاركها مع الآخرين ممكن نشارك مثلا اسمنا ممكن نشارك مثلا إحنا بنحب نقرأ إيه مهتمين بموضوع إيه بعض البيانات اللي هي غير خاصة جدا اللي هي ملهاش أي ضرر عليك علشان تبقى آمنة وفي نفس الوقت تشاركها مع أشخاص مسؤولين وانت تكون مسؤول وانت بتشاركها مش تبعتها لأي حد وخلاص يعني يكون الناس اللي انت بتبعت لهم المعلومات دي يكونوا أصحابك وانت عارفهم وهم عارفينك زي ما قلنا دي البصمة الرقمية البصمة الرقمية هو السجل اللي بتضمن كل حاجة انت بتعملها على الانترنت سواء كانت المواقع اللي بتزورها الأشخاص اللي انت بتشارك معهم المعلومات بتاعتك الأشخاص اللي بيتكلموا عنك هو دي البصمة الرقمية وبصمتك الرقمية فيها حقوق ومسؤوليات عليك الحقوق بتاعتك ان انت من حقك ان محدش ينسخ البعلومات بتاعتك من غير موافقتك تاني حاجة مقاطع الفيديو الخاصة بيك محدش يقدر يستخدمها محدش يستخدمها من غير ما ياخد اذن منك لو انت بتكتب قصص او بتعمل تصميمات او بتألف حاجة معينة على شبكة الانترنت فمن حقك ان محدش يستخدمها من غير اذنك محدش ينفع يعمل عليها قرصنة يخترقها يعني ويستخدمها بدون اذنك فهنا بيقولك كمان القرصنة هي تداول محتوى بشكل غير قانوني بهدف مشاركته او بيعه يعني انت عامل عمل معين ما ينفعش انا اعمل عليه قرصنة واخده واقول ان المنتج ده بتاعي وبيعه واقول ان هو بتاعي واخد فلوس مع ان هو بتاعك انت وانت صاحب المنتج ده فهنا دي الحقوق بتاعتك تاني حاجة ان انت ليك حق التفاعل مع الاخرين عبر الانترنت وده بيتضمن طبعا ان انت تتفاصل مع اسرتك ومعلميك واصدقائك وده بيشمل ان انت تنشر افكار ايجابية لمساعدة المجتمع بتاعك وان ان انت تعبر عن اراءك بشكل لا يسيء الى الاخرين دي من حقوقك برضو يبقى اول حاجة في حقوقك ان انت محدش يستخدم بصمتك الرقمية لو انت عندك ملفات او مقاطع فيديو انت اللي عملها او قصص او تصميمات معينة او مؤلفات معينة محدش ينفع يعمل عليها بقرصانة ويستخدمها بشكل غير قانوني ويشاركها مع الناس او يباعها وياخد الفلوس لنفسه تاني حاجة انت ليك الحق في التفاعل مع الاخرين على الانترنت تالت حاجة ليك الحق في مشاركة المعلومات والمواد الترفيهية طبعا مع احترام حقوق الملكية الفكرية يعني انت مثلا لو استخدمت معلومة معينة من كتاب معين لازم انت بتستخدم المعلومة دي تقول خدت المعلومة دي او الكلام ده من الكتاب الفلاني وتذكر المصدر اللي انت حصلت منه على المعلومة دي رابع حاجة ليك الحق في ان انت تستخدم الانترنت عندما تحتاج الى ذلك او ترغب فيه في ظل احترام القانون يبقى انت ليك اربع حقوق المسئوليات بتاعتك ان انت ما تقومش بقرصانة محتويات بتاعة الاشخاص الاخرين وان انت تاخدها وتشاركها مع الاخرين او تباعها وتاخد المكسب لنفسك يبقى اول حاجة ان انت ما ينفعش تعمل اي قرصانة على محتوى الاخرين وتاخده بهدف مشاركته مع الاخرين او بيعه تاني حاجة عليك دائما اظهار سلوك ايجابي في تعاملك مع الاخرين منفعش ان انا ادخل على الانترنت واتعامل مع الاخرين بشكل سلبي او باسلوب غير اخلاقي فبالتالي ده مسئولية علي لازم اكون عندي اخلاق كويسة وانا بتكلم مع الاخرين ويكون عندي سلوك ايجابي على الانترنت مع الاخرين وان انا اشارك القواعد الجيدة مع زملائي في الفصل واصدقائي وطبعا ان انا اكلمهم بشكل كويس تالت حاجة تأكد من تقييم ما تشاهده وما ستشاركه يعني انت شفت حاجة لازم تتأكد من الاول قبل ما تشارك الحاجة دي الفيديو ده او المعلومة دي مع الاخرين منفعش اي حاجة اسمعها او اشوفها اشاركها مع الاخرين وساهم في نشر معلومة غلط فلازم دي مسئولية علي تأكد الاول من المصدر بتاع المعلومة او الحاجة اللي انا بشوفها قبل ما شاركها مع الاخرين رابع حاجة تأكد من تقييم كيفية استخدامك للانترنت هل ما تشاهده هو استخدام مسمر للوقت يعني ما ينفعش نضيع وقتنا ونقض على الانترنت ما ناخدش منها اي فايدة غير ان احنا بنضيع وقتنا وخلاص لان ده بيضيع وقتنا ووقتنا اغلى حاجة في حياتنا فلازم نستخدم الوقت ده بشكل مسمر تاني حاجة لو انت مثلا قاعد على الانترنت وعندك وقت فراغ عايز تتسلى شوية ما ينفعش ان انا اتسلى ان انا اشوف حاجة تدريني يعني هل اللي انا بشوفه ده بيجلب لي الفرح والسعادة ولا بيسبب لي توطر وقلم لازم طبعا اتأكد من الوقت اللي انا بقضيه على الانترنت ده حتى لو مش هاخد منه معلومات او حاجة مسمره للوقت بتاعي لو هتسلى يعني يبقى الحاجة اللي انا بشوفها دي تكون بتجلب لي الفرح او السعادة ما تكونش بتجلب لي التوتر والقلق او القلم وهل يطرى المحتوى اللي انا بتعامل معاه ده امن ولا غير امن يعني هل يطرى انا بشوف محتوى امن ولا غير امن لو هو غير امن ممكن يخترق الجهاز اللي انا بستخدمه او ياخد مني معلوماتي او ان هو يسرق البيانات بتاعتي فلازم يكون المحتوى اللي انا بدخل عليه او الموقع اللي انا بدخل عليه يكون موقع امن ما فيهوش اي عمليات قرصانة او اختراق يبقى زي ما نلي اربع حقوق علي اربع مسئوليات يبقى ملخص الدرس التاني المواطنة الرقمية هي القدرة على استخدام التكنولوجيا بطريقة اخلاقية ومسئولة وامنة بتساعدك على استخدام التكنولوجيا الرقمية والاستفادة منها وحماية بصمتك الرقمية ايه هي بصمتك الرقمية؟ هي سجل خاص بكل ما تفعلها على الانترنت زي المواقع الالكترونية اللي بتزورها والرسائل اللي بترسلها والمعلومات اللي بتقدمها على الانترنت كل ما تشاركه على الانترنت مع الاخرين من الضروري مشاركة معلوماتك ومعلومات غيرك بامان ومسئولية عرفنا كمان ان المواطن الرقمي له حقوق عليه مسئوليات الحقوق لك حق الحماية من القرصنة على ملفاتك ومعلوماتك وفيديوهاتك وقصصك وان لا يشاركها احد دون موافقتك لك الحق في التواصل والتفاعل مع الاخرين لنشر افكار ايجابية تساعد المجتمع لك الحق في مشاركة معلومات وملفات والحصول عليها من الانترنت مع ذكر مصدرها لك الحق في استخدام الانترنت في اي وقت واي مكان وفقا للقانون المتبع المسئوليات عليك ان لا تقوم بمشاركة محتوى الاخرين دون موافقتهم اللي هي القرصنة عليك ذكر المصادر ومراعاة الملكية الفكرية عليك التحلي بالسلوك الايجابي والاخلاقي في استخدامك للانترنت عليك ان تقيم استخدامك للانترنت هل هو مصمر او غير مصمر وان تقيم ما تشاركه القرصنة هي تداول محتوى بشكل غير قانوني بهدف مشاركته او بيع بكده نكون خدنا الدرس الاول والدرس التاني وعرفنا المحتوى بتاع المنهج بتاع الترم التاني اتمنى ان انت تكون استفدت من درس النهاردة لو اعجبك الدرس اعمل لايك اتمنى اليه الف واحد استفادوا او الف لايك تحت الفيديو والاهم ان انت تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان انا سايب لكم اللينك بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته